ضربة جديدة وجهتها الأجهزة الأمنية لمنابع المخدرات وأوكارها بعد أن استطاعت إحباط أحدث عملية تهريب للمخدرات وتشمل 200 كيلو من مادة الحشيش و200 ألف حبة مخدرة من الكبتاجون في عمليات مصفت بالنوعية حيث تم معرفة مصادرها من خارج الكويت ومن قم بتسريبها إلى الداخل عملية نوعية بحيث تم ملاحقتها ومتابعتها على فترة طويلة وكذلك معرفة مصادرها ومن بدها من حملت ومن قام بترتيبها ودخالها إلى الكويت تغريباً كمية تراوح بالنسبة للمخدرات تجاوز 200 كيلو وبالنسبة للحبوب تجاوز حوالي 200 ألف حبة المخبأة بطريقة محكمة ومدروسة وطريقة محترفة ولكن يغضت رجال الأمن ويغضت رجال مكافحة المخدرات في ضبطها ومتابعتها بشكل جيد وحثيث هذه حقيقة رسالة رسالة قوية ونعنيها ونصر عليها أن هذه البلد يجب أن تحمى بأي شكل من أشخاص مهما كلفنا من أرواحنا أو أنفسنا البلد لازم نحميها وندافع عنها بأي صورة مثلها سواء هذه الجريمة أو غيرهم الجرائم